الحيوان المنوي لما بيوصل للبويضة بيندمجه مع بعضه وبيكونه حاجة اسمها زيجوت أو اللاكحة واللي بتنقسم بعد كده علشان تكون الجنين العملية دي اسمها عملية الاخصاب يعني كده الاخصاب هو عبارة عن اندماج المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي مع المشيج المؤنس اللي هي البويضة علشان بيتكون في النهاية الزيجوت اللي بينقسم وبيكون الجنين طيب الاخصاب بيحصل ازاي وامتى وفين؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي المبيض في العنسة بيمر بدورة مدتها 28 يوم اسمها دورة الطمس اللي هي الدورة الشهرية في اليوم اللي 14 من الدورة دي بتخرج خلية من المبيض اسمها الخلية البيضية السنوية بتخرج من حويصلة بتكون موجودة داخل المبيض اسمها حويصلة جراف والحويصلة دي لما بتنفجر بتخرج الخلية البيضية السنوية بعد ما خرجت الخلية البيضية السنوية من حويصلة جراف حويصلة جراف بعد كده تحورت الجسم اسمه الجسم الاصفر الموضوع ده حصل تحت اشراف هيرمون اسمه هيرمون الـ LH اللي بتفرزه الغدة النخمية يبقى كده المؤمن معنا هو ان في اليوم اللي 14 من بداية الطمس خرجت خلية بيضية سنوية من المبيض والخلية دي جاهزة للاغصاب وتكوين جنين ولكن عمرها بيكون يومين بس بعد كده يجي دور كناة فالوب اللي بتحتوي على زواية شبه الصوابع اسمها الزواية الاصبعية بتلتقط الخلية البيضية السنوية وبتدخلها الى داخل كناة فالوب الخلية البيضية السنوية دي بتحتوي على سيتو بلازم ونواع وبتكون مغلفة بغلف متماسك بفعل حمد اسمه حمد الهياليورنيك علشان كده بتحتاج عملية اختراقها لملايين الحيوانات المنوية علشان مش هيحصل اغصاب للبيضة الا لما يدخل راس وعنق الحيوان المنوي الى داخل البوايدة على الناحية التانية الزكر بينتك في كل مرة تزاوج من 300 ل500 مليون حيوان منوي وبالرغم من ان الرقم كبير ان كتير منهم مش بيوصلوا بخلال رحلتهم للبيضة ولو قال لعدد الحيوانات المنوية عن 20 مليون حيوان منوي في مرة التزاوج الوحدة بيعتبر كده الزكر ده زكر عقيم لان بيتم فاقد كتير من الحيوانات المنوية خلال رحلتها وكمان لازم عدد كبير من الحيوانات المنوية يوصلوا للبيضة علشان يفرزوا كمية كبيرة من انزيم الهيانيورنيز علشان يقدروا يدوبوا جزء من غلاف البيضة المتماسك بفعل حمد الهيانيورنيك في الجهاز التنسول الزكري الخصيتين بيكونوا الحيوانات المنوية بالتحديد داخل الأوليبابات المنوية واللي بيغزي الحيوانات المنوية داخل الخصية هي خلايا سيرتولي ولما تخرج الحيوانات المنوية من الخصية بتتخزن داخل البربخ بعد كده بتمر داخل الوعاء الناكل وفي طريقها بتقابل الغدد الملحكة واللي هم الحويصنطان المنويتان وغدة البرستاتا وغدتها كوبر الحويصنطان المنويتان بيبدأوا انهم يفرزوا سائل قلوي والسائل ده بيكون في سكر اسمه سكر الفاركتوز واللي بيغزي الحيوانات المنوية وغدة البرستاتا وغدة كوبر بيفرزوا سائل قلوي برضو علشان يمر في قناة ماجر البول أبي مرور الحيوانات المنوية لان قناة ماجر البول وسطها حمدي والحيوان المنوي مش هيقدر ان هو يمر منها الا لما يحصل معادلة للوسط الحمدي ده وبالتالي غدة البرستاتا وغدة كوبر بيفرزوا سائل قلوي علشان يعادل الوسط الحمدي لقناة ماجر البول وبالتالي تكون مناسبة لمرور الحيوانات المنوية خلالها وبرضه كمان السائل المنوي الطلوي بيعمل على معادلة الوسط الحمضي داخل الرحم هنضيف كمان من وظيف الجهاز التنسولي الزكري هو توصيل الحيوانات المنوية إلى داخل رحم الانسا الاخصاب بيتم في التلت الأول من قناة فلو علشان كده الحيوانات المنوية لما بتوصل للرحم داخل الجهاز التنسولي الانسوي بتحتاج لكمية كبيرة من الطاقة والغذاء علشان تقدر تسافر في الطريق ده كله وتوصل للبوايدة في التلت الأول من قناة فلو كمان قناة فلو بيكون فيها أعداد بتتحرك عكس اتجاه حركة الحيوانات المنوية علشان كده مش أي حيوان منوي بيقدر يوصل للبوايدة لازم يكون حيوان منوي قوي وسريح في حركته الحيوانات المنوية مش بتقدر ان هي تخزن غذائها لانها بتاخدها من السائل المحيد بيها اللي هو السائل المنوي بتاخد الفراكتوز اللي بتكون كوينته الحويسلتان المنويتان وتبعته للميتوكندريا الموجودة في القطع الوسطى للحيوان المنوي فبتعمله تلفز خلوي وبتون تكتاكا تبعتها للديل علشان يقدر يتحرك ويساعد على حركة الحيوانات المنوية لحد ما توصل الحيوانات المنوية للبوايدة فهيجي هنا دور الجسم القمي اللي بيكون موجود في مقدمة رأس الحيوان المنوي فبيفرز انزيم اسمه انزيم الهياليورنيز اللي بيدوب جزء من غلاف البوايدة واللي بيكون متماثد بفعل حمد الهياليورنيك فبيدخل الى البوايدة حيوان منوي واحد بس واللي بيدخل منه هو الرأس والعنق فقط لا غير انما القطع الوسطى والزيل مش بيدخله علشان كده الانسان مننا مش بيورس الميتوكندريا من الاب ولكن بيورس الميتوكندريا من الام فقط لان الميتوكندريا بتاعة الاب بتكون موجودة في القطع الوسطى اللي مش بتقدر انها تدخل اصلا الى داخل البوايدة اثناء الاقصاب بعد الاخصاب البوايدة بتغلف نفسها بغلاف بيمنع دخول اي حيوان منوي تاني والحيوانات المنوية بتفضل حية داخل الجهاز التناسل الانسوي من يومين لثلاث ايام الحيوانات المنوية بيكون في منها نوعين نوع بيكون 22 زايد اكس ولوع بيكون 22 زايد واي لانها طبعا ناتجة من الانقصام الميوزي لكلايا الخصية وفهمنا الموضوع ده بيحصل ازاي في شرح تكوين الحيوانات المنوية واحنا عارفين ان الخلايا الجسدية في الزكر بيكون فيها 44 كروموسوم زايد اكس واي فلما يحصل لهم انقصام ميوزي بيطلعون نوعين من الحيوانات المنوية نوع بيكون 22 زايد اكس ولوع بيكون 22 زايد واي الحيوان المنوي اللي بيكون 22 زايد اكس بيكون ابطأ في حركته وبيكون اطول في العمر يعني بيقدر ان هو يعيش لمدة 3 ايام داخل الجهاز التناسلي الانسوي انما الحيوان المنوي اللي بيكون فيه 22 زايد واي بيكون اسرع ولكنه اقصر في العمر وبيقدر ان هو يعيش يومين بس داخل الجهاز التناسلي الانسوي انما التركيب الصبغي للبويضة بيكون 22 زايد اكس بس لان طبعا البويضة بتكون ناتجة من الانقصام الميوزي لخلايا المبيض وحنا عارفين ان الخلايا الجسدية في الانسة بتكون 44 كروموسوم زايد اكس واي فلما يحصل لها انقصام ميوزي هتطلع لنا نوع واحد بس وهو 22 زايد اكس فلو حصل اندماج مبين حيوان ملوي 22 زايد اكس مع بويضة يبقى كده الجنين هيكون انسة وتركيب الصبغي هيكون 44 زايد اكس اكس انما لو حصل اندماج مبين الحيوان الملوي لتركيب الصبغي 22 زايد واي مع بويضة كده الجنين هيكون زكر وهيكون تركيب الصبغي 44 زايد اكس واي في الونسة الطبيعية الخلية البيضية السنوية بتخرج من المبيض بعد 14 يوم من بداية التمس أو ممكن تتأخر يوم كما وبتفضل جهزة للإخصاب لمدة يومين بس يعني كده في الطبيعي البيضة بتكون جهزة للإخصاب من اليوم الـ 14 لليوم الـ 16 من بداية التمس والحيوان المنوي بيكون حي داخل الجهاز التنسل الإنسوي من يومين لثلاث أيام فلو حصل تزاوج مثلا في اليوم الـ 12 من بداية التمس هيفضل الـ 12 والـ 13 وكمان الـ 14 ويحصل إخصاب علشان كده بتكون أعلى فرصة لحدوث إخصاب للبيضة في الونسة الطبيعية لما بيحصل تزاوج في الفترة من اليوم الـ 12 لليوم الـ 16 من بداية التمس ترجمة نانسي قنقر